موسيقى طيب نافل بقى صفحة مباراة المقصة وملف الدور العام ونفتح صفحة جديدة وهي البطولة الافريقية دوري ابطال افريقيا والجيل ده عنده تحدي كبير جدا عايز يعمل رقم قياسي لم يتحقق من قبل سواء في الاهلي او حتى على مستوى القرى الافريقية ان يفوز بتلاتة دوري ابطال افريقيا متتالية فده رقم قياسي مهم جدا عشان كده بنفل صفحة الدوري وهنركز في مباراة سانداونز اللي بالمناسبة هي مباراة صعبة جدا بغض النظر عن حجم الغيابات اللي موجودة في بطل جنوب افريقي عندهم يمكن اتنين او تلاتة من المجموعة الاساسية في خط الهجوم مش موجودين برناسهم بالتأكيد الورجوياني جاستن سيرينو اللي اجرع ملاجر حية في الانف فبالتالي مش هيكون موجود في هذه المباراة لكن بغض النظر فريسانداونز من الفرق الكبيرة جدا اللي برضو بتعمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي عندهم اكتر من مدرب عارف كويس او امكانيات الاهلي بيقود الاهلي بيتسو مسماني عارف كل صغيرة وكبيرة في فريق سانداونز لذلك التركيز بشكل كبير جدا على هذه المباراة لان الانتصار في المباراة دي هتبدأ تقول بقى من وقتها انت حطيت رجلك بشكل جيد في المجموعة الاولى انت عندك نقطة من مباراة الهلال المكسب المباراة القادمة هيخليك تتساوى في النقاط مع سانداونز بأربع نقاط من مباراتين وسانداونز عنده أربع نقاط من مباراتين وهتبقى المباراة الثالثة مع الاهلي يعني نحط كمان في الاعتبار بعد سانداونز في مباراة المريخ السوداني المكسب ان شاء الله على المريخ في القاهرة يبقى سبع نقطة فنبدأ نقول بقى خلاص انتباد الاهلي يحط رجله بشكل كبير جدا فيه ترتيب المجموعة الاولى لدور ابطال افريقي طيب بيتسو مسماني قال لا مجال للراحة عكس بقى قبل الاستعداد لمباراة المقصة لان الراجل عارف امتى يدي راحة وامتى يركز ويستعد بشكل افضل لمباراة المقصة طبقا للظروف الفنية والبدنية للفريق في هذه المرحلة طيب ترجمة نانسي قنقر